لم تتوقف المسيرات والاحتجاجات الغاضبة في الأردن بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي الآن انتصاراً للقدس ولقضيتها وللشعب الفلسطيني اللي منعتبر قضيته قضيتنا المركزية واللي نسيها الشعب العربي بسبب الصراعات الداخلية في الوطن العربي الآن قرار الرئيس الأمريكي أحيا هذه القضية من حيث لا يدري فشكراً له كل الشكر لأن الشعب العربي توحد على بوصلة واحدة هي فلسطين حيث شهد اليوم قصر العدل في العاصمة عمان وقفة غاضبة للمحامين استنكاراً لقرار تهويد القدس ماذا تتوقعون من المجتمع الدولي؟ لا شك يجب أن يستثمر هذا الموضوع نحن في نقابة المحامين وبخلال اتحاد المحامين العرب لنا علاقات واسعة اتحاد المحامين العرب عضو في الجامعة العربية عضو مراقب وعضو مراقب في هيئة الأمم المتحدة وعضو مراقب في اليونسكو وعضو في الاتحاد الدولي للمحامين وعضو في كافة المنظمات غير الحكومية التابعة لحقوق الإنسان سنستغل هذه الوقفة والنصرة للشعب الفلسطيني وسنحرك الشارع الأوروبي والشارع العالمي من خلال هذه المنظمات إن شاء الله وتعتبر مدينة القدس ذات أهمية دينية وتاريخية وثقافية بالنسبة للأديان السماوية ترجمة نانسي قنقر